رئاسة البرلمان أعلنت نهاية الفصل التشريعي الأول لدورة النيابية الرابعة اذ دعا رئيسه محمد الحلبوسي النواب إلى الاستمرار بممارسة دورهم الرقابي والتواصل مع المواطنين بشكل مباشر والتعرف إلى احتياجاتهم مراقبون أكدوا أنه بالمقارنة بين الدورتين السابقة والحالية بنفس الفصل التشريعي لسنة الأولى نجد أن هناك تعطيلا حقيقيا لمجلس النواب في هذه الدورة البرلمان بدورته الحالية لم يتمكن إلا من تشريع قانون واحد وهو قانون الموازن المالي الاتحادية لعام 2019 بينما الدورة السابقة ناقشت وقرأت خمسة قوانين ونفذت استجوابا واحدا إضافة إلى أسئلة برلمانية ومنذ التصويت على أسماء عضائي اللجان النيابية وحتى نهاية الفصل التشريعي العمل في اللجان كان متوقفا في وقت يعتمد فيه المجلس على اللجان في كل مفاصل عمله وعلى الرغم من عقد المجلس أو مجلس النواب لجلستين في كل أسبوع لمناقشة جدول الأعمال الذي يوضع من قبل رئاسة البرلمان إلا أن العديد من الجلسات أجلت لعدم تحقيق النصاب القانوني بسبب الصراعات السياسية وحتى نهاية الفصل التشريعي لم يتمكن البرلمان من الاتفاق على الأشخاص الذين سيشغلون المناصب المتبقية في كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والصراع الأكبر حول وزارتي الدفاع والداخلية